16 ضحية من عائلة واحدة عبارة كتبت في هذا الزقاق الذي كانوا يعيشون فيه وقد خطت هنا للتذكير بما حدث فعسى أن تنفع الذكرى وليس ببعيد عن هذا الزقاق مقهى صغير يحمل اسم شهداء شارع الفاروق أربعة أشخاص من عائلة واحدة كان مصيرهم مثل مصير بيت الجبان أثناء التصوير بين الأزقة التقين أم عمار امرأة مسنة بقي في رقبتها خمسة أيتام لولدها الشهيد أطفال حرموا من أباهم ويعيشون على ما تجود به أياد الخير في وقت ادعت الحكومة أنها عازمة على إنصاف ذوي الشهداء لكن إذا دستندغ الحكومة ليس عن إحنا ما عدنا ما مستلمين كشه ريابا مظلومين من السمالين أغضب بس أشي أعمل فوضت أمر إلى الله الواحد القهار حملي ثقيل أبوي أم عمار ليست الوحيدة فهذا العمه الذال يقف قرب جدار الموت الذي خطت عليه مئات أسماء الضحايا ممن طالتهم يد الإرهاب أو كما يعرفه الموصليون بمجزارة الزنجيل التي مر عليها قرابة أربع سنوات ولم يحصل إلا القلة على حقوقهم أما ما تبقى فلا شيء يذكر بهم سوى بعض ملابس الضحايا وهذا الحبر الأسود على جدار يقول أن أبرياء اعتلت أرواحهم من هذا المكان قبل زمن يعني عني عندي أكثر من مئة وعشرين شهيد من عشيرة الزهرية على جريح شهيد وجريح مئة وعشرين واحد ما قبضوا حقوقهم أربعة أو خمسة مثل ذوي الضحايا ممن يبحثون عن حقوقهم في الموصل كمثل رجل مسن يمسك بيده عصى يهدد الغيم ليغيثه مطر روتين قاتل وإجراءات قاسية بكفة وما يسمى بالتصريح الأمني يرجح لوحده بكفة أخرى كل هذا أمام صمت النيابي في وقت لم يبقى لمن أتعبتهم الحرب القدرة على المطالبة بما يستحقون كثير من ذوي الشهداء والمصابين والمفقودين معاملاتهم إما قيد الإنجاز في اللجنة أو أنها بانتظار التصريح الأمني نفس الموضوع يعني التدقيق الأمني ممكن يكون هو سبب التأخير مجرد وصول التدقيق الأمني ووصول الإسم نبلش بإجراءات إزار القرار هذا أمر ما يستغرق أكثر من 40-45 يوم وبحسب إحصائيات المنظمات الأممية سقط في معركة الموصل قرابة 11 ألف ضحية ما بين جريح يعاني وقتيل اعتلت روحه إلى السماء ويضاف إليهم من فقدوا وغيبوا قسرا في حرب لا ناقة لهم فيها ولا جملة ولم تنضي أيام على الذكرى الرابعة لإعلان النصر ومعها تمر ذكريات الخيبة والإهمال والتهميش لدماء كانت الثمن في هذا النصر من الموصل محمود الجماسة قناة التغيير نفسي شكرا